السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا عندنا المعزة هذه بدأنا نقلم في أضلافها وجدنا أنه فيه إشكاليات طبعا أثار جروح أثار دماء أثار تعفونات صراحة يعني الوضع مزعج ومفروض أيضا أنه ما نشتغل بجاونتي لكن شوفوا نتائج الإهمال كيف أصبحت القدم هذا شكلات طبيعي في عندها زيادة المنطقة هذه شوفوا هذه الأصلية يفترض أنها تكون كذا الزيادة اللي هنا مع الالتواء اللي موجود هنا راح يعمل لها مشكلة أيضا ممكن تأثر على سيرها مستقبلا البعض مننا قد يستعجل المتائج فيحاول أنه يقلم ويشد عليها في التقليم ممكن جيب لها جروح جيب لها مشاكل من خلال يعني تعاملي معها وكوني أقلم دائما أنا عندي ما يقارب مئة راس وأقلم باستمرار كل شهرين وجدت أنه التقليم الغير جائر تمام؟ يعني تقص مثلا على الحد هذا تتركها مثلا شهر على ما تصلح مشيتها بشكل جيد وكذا بعدهم مثلا شهر أو شهرين ترجع سقص مرة ثانية بس أنه تواضب على عملية القص بإذن الله راح تتحسن وترجع زي هذه بإذن الله يعني خصوصا إذا كانت لسه في البدايات مثلا أبو سنة سنتين يعني فيه إمكانية لكن كانت طويلة وقديمة صراحة أنها مشكلة أيضا يحصل أنه أطراف الظلف هنا أو الأظفر اللي موجود هنا أنه يكون فيه بداية عمليات نخر في المنطقة هذه مثلا وتبدأ تدخل داخل لحده ما يثلف الأظفر اللي موجودة عشان كذا إحنا بين فترة والثانية لازم نراعيها نشتغلنا على هذه وتشوفوا وضعها جيد تمام أفضل من السابقة لكن الآن راح نشوف الأمامية راح تجد من وضعها مزري شايفين هذه أثار الدماء أثار الجروح أثار التعفنات طيب أنا راح حاول أقصها قدر الإمكان وأحسم منها ونشوفها بعد شوي الآن اشتغلنا عليها صراحة كانت معفنة عفن كبير جدا ومقززة لكن قدر الإمكان حاولنا أن نعدلها الآن نشوف وقفتها كيف جيدة بعد شهرين إن شاء الله يعني القصة الجاية بإذن الله راح تكون رجلها أرتب من كذا بكثير طيب خلونا نلاحظ هذي نجيب شوي هذي شوفوا هذي مقارنة بجدنة الثانية أو بجدها الثانية هذي ليوف هلأ أمسك بشير شوفوا هذي كيف طويلة جدا طيب لو قلبناها تلاحظون أنه ملتف الأظفر ملتف من هنا أنا كنت عند أحد الأخوان في زيارة وكان عنده عامل يقص من أحد الدول العربية فكان يقول الالتفاف هذا للأظفر هذا يعمل أو للظلف الالتفاف هذا يعمل حماية للقد طبعا الكلام هذا كله تخاريف ولكن لأنه يجهل فهو يقول أنه هذا الالتفاف يعمل حماية لباطن القدم ويعمل ويعمل هذا ليس بصحيح يعني إحنا لابد أن نكون صادقين مع الناس إذا كنت لا أعلم أقول لا أعلم ما ينفع أنه الشخص يتكلم كذا حتى أخوان الكرام يربون ماشية يلا إذا شاهدوا الأمر هذا أن ينتبه طيب بعد التقليم هذا راح أقلمه وأصوره لكم مرة ثانية بعد التقليم لو فيه أي جرح أو شبهة تعفونات على طول راح نضعها في محلول إما ديتول مع ماء أو أنا لا أنصح بالمبيدات الجرة وخلافه وإنما بالمعقمات ديتول ممكن أن تخفف لها ماء وصابون إذا غلبت الروم يعني أي شيء معقم ومنظف ماء وملح أي شيء يكون جيد لكن المبيدات القاتلة هذه السامة ما أنصح بها صراحة هذه لحم ودم يعني في البني آدم ممكن الله يكفينا وإياكم الشر يعطيها سرطانات يعطيها مشاكل يعطيها بسبب الجهل والإفراط عندنا في استخدام المبيدات وقد يكون هناك جروح وإحنا ما نعلم ذلك لابد أن ننتبه طيب راح نقص هذه ونشوف كيف تصبح الفرق ونشوف الفرق بين هذا والثاني اللي بجانب شايفين كيف الفرق أيضا في هنا في الزاوية بداية تعفنات تمام احتمال أنها تؤثر على الظلف كاملا لذلك هذا لازم يعقم بما أنك ستعقم واحد إذن عقم الأربعة كاملا أفضل بعد القص وصحت بهذا الشكل تلاحظون أنه الذباب على طول يتسمع عليها لوجود العفن صراحة ورائحة مزعجة جدا لا بد أن تكون لابس الكمام هذه أثار الأطافة اللي قصيناها والقطاع تلاحظون كلها متعثنة الله أكبر الله أكبر بارك لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته